رجل المباراة لعب تعاول لعب الهلال السابق الرشيدي إذن في مباراة ثالثة حل الشباب صاحب العلامة الكاملة حل ضيفاً على الفيحاء الباحث عن فوزه الأول هذا الموسم ربيع أبو شقرى مع كل التفاصيل نتابع اختبار صعب جداً للشباب دخل الشباب مدينة المجمع الرياضية بثقة المتصدر المعززة بعودة نجمه الأرجنتيني إيفربانيغا والمواجهة صعبة على أرض الفيحاء خاصة بوجود هذا الثلاثي ستويكوفيتش الخيبري وانواكايمي المتاعب أطلت برأسها مبكراً لفريق أقفل منطقته واعتمد المرور من خلال المرتدات إلى مرمى الكوري كيم سانججو الهدوء مطلوب حتى لو ظهرت بعض الثغرات في دفاع الليث فإنه قادر على الضرب بقوة لديه كل المقومات وبأسلحة إسبانية برازيلية أرجنتينية وبولندية لكن هذا الحصار الذي فرضه بانيغا وجوانكا وجونيور ومينة لم يؤتي بنتيجة فالمباراة لم تبه بعد بكامل أسرارها إياكو سانتوس يخطئ أمام من؟ الثعلب النيجري نواكايمي والمرمى الشبابي ينجو مجدداً بفضل الحارس الكوري مرتدة جديدة من نواكايمي الذي مرر كرة الهدف إلى الإسباني فيكتور رويث لكنها انتهت فوق المرمى رمية ركنية وهنا حصل ما لم يكن في حسبان الشباب الحكم يوقف اللعب ويتجه لتقنية الفيديو المساعدة وعاد بقرار ركلة الجزاء على فواز السجور بسبب خطأ على الخيبر الفيحاء يأخذ الأسباقية عبر نواكايمي في أول كرة تهز مرمى الكوري الجنوبي هذا الموسم الفيحاء تحكم بنتيجة الشوط الأول مرتداته كادت تثمر والأهم أنه بقي صامداً بوجه الهجمات البيضاء رغم هذه الكرة التي ناب فيها القائم عن ستويكوفيتش أمام كارلوس جونيور في الشوط الثاني بدأ الفيحاء بالتسديد البعيد والعارضة أنقذت الضيوف من هدف ثاني للبقعاوي وإزاء عدم جدوى الاختراق من العمق لرفاقي بانيغا لجأوا إلى التسديد من خارج المنطقة ومن المرة الأولى أصاب البولندي ججيغوش كريتشوفياك مرمى أقوى الحراس بهدف لا يصد ولا يرد وفيثينتو مورينو بعد أن تنفس السعاداء كان ينتظر الفرج أتى ذلك بالطريقة نفسها ومن اللاعب نفسه كأنها نسخة طبق الأصل كتب عليها ثلاث نقاط والصدارة منفردة بعلامة كاملة ربيع أبو شقرة صدى الملاعب كابتن فوز صعب لنادي الشباب وأهدف كريتشوفياك تدرس اليوم صحيح أولا الفيحاء من الفرق المنظمة دفاعيين لذلك عانى الشباب اليوم لكن الشباب يمتلك الحلول شفنا اليوم تزديدات من خارج منطقة الجزاء بعدما لم ينفع الدخول من العمق الشباب علامة كاملة أقوى هجوم 14 هدف أقوى دفاع هدف وحيد فبالتالي لحد الآن الأمور تسير على أروع ما يكون بالنسبة لهم نعم صدارت الشباب 14 نقطة دون أي خسارة تذكر بأول هدف يدخل مرمى اليوم تحس كأنه عنوين كثيرة يبعت بها نادي الشباب هذا الموسم طيب ليش بلأتي نقطة لهم مو بربعة عشر خمسة عشر يا لله حقك علي ماسك لي على واحدة اليوم طب آه يلا أنا وياك على الهواء واحدة بواحدة قولي شو اسم اللاعب لسند الهدفين يلا أنا طيرة نقطة لا بسلامت لا لا خلي بقول لك خلي بقول لك شوف يا لله والله عطفا على ما شفت عطفا على ما شفت من بداية الموسم شف حنا ما نقدر نحكم خمس جولات يعني من ثلاثين جولة لكن صراحة الفريق المتكامل من جميع الخطوط ولديه أجانب متميزين وليس محليين هو الشباب إذا استمر الوضع على ما هو عليه لكن اليوم كان في بعض الثغارات يعني في دفاع الشباب اليوم عدم كمال يا لله الكمال لله سبحانه الكمال لله لكن خمسة عشر نقطة وهدف واحد واربع عشر وخمسة عشر هدف مسجل أنا أعتقد أنه هو الأفضل أنا أقول حتى الساعة الأفضل إذا ما استمر أنا أقول أنه هو بطل الدوري طيب شو اسم اللاعب اللي مسجل هدف أيها أقول لك يا في البريك والله اسم صعب معين نطق كريتشوفيك يلا يلا وشو ها ها أمجلت على 14 و 15 على مقطع كريتشوفيك قولي مش اسمع قولي مش اسمع قولي تلت مرات كريتشوفيك وانت إيه وانت تكون إيه ما غيبت ما نبغيب لأسامي ما نبغيب لأسامي معقد هذه أعطيك ألف عافية إذن من هو رجل نتابع ترجمة نانسي قنقر إذن رح نروح لفاصل